أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا بِكْرًا لِلْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده ربي حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأصلي وأسلم على سيد رسول الله وعلى آله أجمعين وبعد مرحباً بكم أيها المشاهدين حياكم الله في لقائنا المتجدد في برنامجنا آية ونبي في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنعيش وإياكم مع نبي من الأنبياء وهو إسماعيل عليه السلام إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام الله تبارك وتعالى ذكر هذا النبي في كتابه مراراً وأثنى الله تبارك وعز وجل عليه بعدد من الخصال النبيلة الكريمة التي نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتحلي بها ومن ذلك أن الله تبارك وعز وجل لما ذكر إسماعيل ذكر أنه آمر بالصلاة لأهله أنه آمر بالصلاة لأهله كما ذكر الله عز وجل ذلك بقوله تعالى وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ وَعِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَا وكان كان هذه يقول العلماء تفيد الاستمرار أي أن من كرم الله عز وجل لإسماعيل أنه كان مستمراً لأمر أهله بالصلاة الصلاة التي هي ركن من أركان كل دين يدان الله تبارك وتعالى به كل شريعة أمر الله عز وجل بها أحد الأنبياء والمرسلين لا تخلو من صلاة مع اختلاف ربما شيء من هيئتها لكنها فرض موجود ولهذا إسماعيل كان على سنن والده إبراهيم وكان مما أمر به الأمر بالصلاة فكان يأمر أهله بالصلاة أن يصلوا لله تبارك وتعالى وكان على ذلك مستمر غير منقطع ولهذا يقول الله كان كان التي تفيد الاستمرار كان يأمر أهله بالصلاة وأيضاً بالزكاة وكان عند ربه مرضية لماذا هذا الأمر بالصلاة لماذا هذا الأمر بالزكاة لماذا حث الأهل على هذه القربات وهذه الطاعات لأن الله تبارك وعز وجل هو الذي قال لنا أيضاً نحن معاشر المؤمنين قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أمر الأهل بالصلاة من أعظم الخصال التي تكون سبباً لنجاتك أنت أيها الوالي أيها الأب وكذلك لنجات هذه الأسرة لماذا؟ لأن الصلاة هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة كما ثبت ذلك عن سيدنا عليه الصلاة والسلام أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هو صلاته فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين الله هذه الصلاة التي هي العهد الذي بين الله عز وجل وبين عباده فالعهد الذي كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد فقد كفر عياذا بالله الصلاة التي من عظيم أمرها وعلو رتبتها أمر الله تبارك وعز وجل بها ليلة الإسراء والمعراج في السماء فما أحرانا عباد الله أن نكون آمرين بها أهلونا حاثين لهم عليها تراه عليه الصلاة والسلام يقول مروا مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر أي أمر إنه الأمر بالصلاة حتى لو اقتضى الأمر ذلك أن يضرب هذا الصبي من أجل التعود عليها وأن يكون من أهلها ومن الآخذين بها لنجاته هو لنجاته هو في الدنيا وفي الآخرة لفلاحه هو لصلاحه هو في الدنيا وفي الآخرة فعل الأنبياء والمرسلين كانوا يأمرون أهلهم بالصلاة فما أحران عباد الله أن يكون وإياكم من هؤلاء الناس أبذل ما تستطيع افعل ما تقدر أدعو الله عز وجل قبل ذلك وابشر بالخير بإذن الله سيكون وربك كريم أكرمنا الله وإياكم بصلاح ذواتنا وإصلاح أهلنا إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا بكرى للعالمين ترجمة نانسي قنقر